أول سؤال بقى وإحنا بنخصص النهاردة عشان نرد على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم أمي كان معاها عقد دهب فلبست مرة في فرح بعد كده حصلت معانا حاجات وحش فهي اعتبرت العقد فالوحش شو بقى لنسب نتكلم على ايه وهي اعتبرت العقد فال ايه وحش وحلفت مش هتلبسه تاني الكلام ده من سنتين وهي حاليا عايزة تلبسه تلبسه تاني وهي حلفت ازاي تكفر عن الحلفان وعلى عليها اسم لو لبسته لا يا سيدي لا يا سيدي هو ينفع انها تلبسه وتكفر عن يمينها تطعم عشرات مساكين واللي حاصل وتلبسه وما تحلفش تاني وما توصلش لمسألة الحلفان مرة تانية وتلبس العقد ده عشان هي خلاص كفرت عن يمينها لان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اقسم على شيء واجهد الخير في غيره كفر عن يمينه وفعل الخير ترجمة نانسي قنقر